السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم في محضرة جديدة من مادة Human Computer Interaction معاكم دكتور سماء شهيب أستاذ مشارك قسم النظم المعلومات كلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنصورة الحقيقة ما ينفعش نتكلم عن Human Computer Interaction من غير ما نتكلم عن usability المحضرة دي محضرة لطيفة جدا بتجمع كل design rules for maximum usability في الشابتر ده الشابتر ده عبارة عن شابتر من كتاب Human Computer Interaction Third Edition لألاندكس شابتر ده ترقيمه في الكتاب شابتر 7 تحت عنوان design rules تعالوا نبدأ مع بعض نفرق بين مصطلحات مدى دخلة ممكن نستخدمها أو نقابلها كتير وإحنا بنقرأ في Human Computer Interaction بشكل عام ممكن ما نكون شعرفين الفرق بينها تعالوا نعرفها مع بعض إيه هي الـ Principles وإيه الفرق بينها بين الـ Standards and Guidelines ومعنى الـ Design buttons هايزين نكون متفقين أن designing for maximum usability هو الهدف الأساسي من الـ Interaction Design بشكل عام الـ Usability دي زي أي حاجة لازم لها قواعد عشان نمشي عليها القواعد دي إما بتكون Principles أو Standards أو Guidelines طيب إيه الفرق بين الـ Principles أو Standards و Guidelines بتختلف الـ Principles عن Standards و Guidelines من حيث حاكتين أول حاجة Authority تاني حاجة Generality Authority يعني إيه؟ يعني معناها السلطة؟ يعني إن القاعدة دي لازم أتبعها طيب Generality معناه إنه ممكن أعمم القاعدة دي في مواقف ديزاين كتير بتأبدني طيب إيه الفرق بين الثلاثة من حيث Authority والـ Generality Principles هي في الحقيقة بسواكت Design Rules بتكون لها Low Authority and High Generality ممكن أعممها في مواقف كتير بس مش هي Standards اللي ممكن أكتبها وأنا بعرف Usability Standards اللي أنا مشهد عليها طيب بالنسبة لل Standards Specific Design Rules لمواقف معينة فبالتالي هتبقى Limited Application بس ليها High Authority طيب بالنسبة لل Guidelines تجمع أكتر Principles بحيث إن هي ليها Authority قليلة أو Lower Authority لكن بتتطبق في More General Application طيب بس هي مش Abstracted Design Rules يعني هي مش مختصرة لازم نهرف عن Standards إن هي قواعد تصميم توضع من قبل مؤسسات عالمية أو محلية علشان تأكد توافق تصميم النظام مع قواعد التصميم الموضوعة بواسطة هي أكبيرة زي مثلا الـ International Organization for Standardization اللي هي المنزميها الإيزو أو مثلا الـ British Standards Institution اللي هي PSI ودي أشهر إثنين بيحطوا الـ Standards العالمية للهاردوير وللسوفتوير والإيزو كمان اشتهرت في كذا مجال تاني زي الـ Quality Assurance جميل جداً طيب دلوقتي هنتكلم عن Principles to Support Usability تحديداً الـ Usability بتتقسم لثلاث حاجات أول حاجة Learnability تاني حاجة Flexibility ثالث حاجة Robustness Learnability معناها إزاي المستخدم الجديد يتفاعل بكفاءة مع النظام اللي أول مرة يستخدمه وفي نفس الوقت يحقق Maximum Performance طيب الفلكساميليتي معناها إيه؟ طريقة الـ Communication ما بين System والـ User معناها تاني هي الطرق المختلفة اللي من خلالها بيقدر المستخدم والنظام يتبادلوا المعلومات مع بعض طيب الـ Robustness معناها إيه؟ هو المستوى اللي الـ System هي Support الـ User علشان يحدد أو اللي بتحدد مقدار الـ Achievement وبتابع الـ Assessment للـ Goal Directed Behavior الخاص بالـ User طيب هنتكلم عن واحدة واحدة من دول خلال الشابتر بالتفصيل أول حاجة هنبدأ بالـ Principles of Learnability Principles of Learnability فيها تحديداً خمس أجزاء أول حاجة الـ Predictability ثاني حاجة الـ Synthesizability ثالث حاجة الـ Familiarity رابح حاجة الـ Generizability خمس حاجة الـ Consistency طيب نبدأ واحدة واحدة مع بعض أول حاجة أول حاجة Predictability Predictability معناها القدرة على التنبؤ يعني إيه؟ يعني أننا بساعد المستخدم أنه هو يعرف أثر فعل أو أكشن مستقبلي هو هيعمله بناءاً على الباست هستوي أو باست انتر اكشن هستوي أو تاريخ التفاعل اللي عملوا قبل كده مع Systems مشابهة سي مثلاً أن حضرتك دايماً بتعمل Selection لجزء بالماوس أن حضرتك بتضغط وبتسحب يبقى ده هيعمل مثلاً Selection لجزء من التاكست جزء من الـ Image أو whatever يبقى هو حضرتك دايماً متوقع أن الأكشن ده هيسبب نفس أو هيأثر بنفس طريقة التفاعل في كل الـ Applications تمام؟ فالـ System بتاعك لازم يقدم لك نفس طريقة التفاعل اللي حضرتك متعود عليها في الـ Applications التالي Productability مرتبطة بمفهوم اسمه Operation Visibility اللي معناها إزاي المستخدم أو كيفية رؤية المستخدم للعمليات المتاحة أنه هو يؤديها بعد الـ Current Action يعني سيء مثلاً أنا حريقة عملت Copy لحاجة يبقى أكيد الـ Paste هتتفاعل يبقى في الحالة دي لازم الباطن بتاع الـ Paste ياخد خاصية الـ Operation Visibility نتيجة للـ Action اللي عمله الـ User وهكذا طيب جميل تاني حاجة من مبادئ الـ Loneability Synthesizability Synthesizability معناها إيه يا شباب؟ معناها توليف بالعامية اسمها التوليف يعني إيه التوليف؟ يعني أنا متوقع كـ User نتيجة للـ Past Actions اللي عملتها في عملية الـ Interaction مع كل الـ Application اللي عملت معها إن أنا أشوف Effect معين على أو للـ Action اللي أنا بعمله حالياً مثلاً مثال لو أنا مثلاً عملت عملية أو Operation زي عملية الـ Cut يبقى في الحالة دي Cut لـ Folder مثلاً معين في الحالة دي لون الـ Folder هيبقى مخفي شوية وده يدل إن هو مستعد إن هو يتنقل لمكان تاني طيب أنا لما أعمل Paste في المكان التاني أنا هشوف أنا متوقع إيه نتيجة الـ Action إن هو أتمسح من المكان الأولاني وراح من المكان التاني ده مثال بسيط جداً طيب Synthesizability مرتبط بـ concepts اللي هي Immediate Honesty و Eventually Honesty طيب يعني إيه Immediate Honest؟ كمثال إن أنا لما أجي أعمل Cut للـ Folder إيه اللي هيحصل؟ على طول تأثير بصري وقتي Immediate تمام؟ هيحصل إن هيتمسح من المكان وهيتنقل للمكان التاني ما أعمل Based تمام؟ يبقى أنا مش هشوفه في المكان الأولاني وأجي على طول أضعه عليه في المكان التاني هلاقيه ده الـ Immediate Honest أنا واصخ من كده طيب الـ Eventual كل طيب اللي من نوع ده في كل الـ Document تمام؟ ثالث مبدأ في الـ Learnability الفاميليارتي الفاميليارتي فاميليارتي معناه إن أنا فاميليار مثلا إن لو زرار أربطهم في الـ Application بتاعي بيبقى شكله يوحي إن أنا هضغط عليه كيوزر يبقى حركة ديزاينر لازم تراعي الفاميليارتي اللي اليوزر عارفها من الـ Past Knowledge بتاعته طيب مرتبط بـ Two Concepts اللي هي الـ Disability والـ Affordance الـ Affordance معناها إن أنا برضو بطبق نفس الكلام اللي أنا بطبق الـ Knowledge بتارتي على الـ Current Application والـ Disability إن أنا بتوقع كيوزر إيه اللي ممكن يحصل نتيجة الـ Action بتاعي مع الـ User Interface رابع مبدأ في الـ Learnability Generalizability Generalizability معناها إيه؟ معناها التعمير إن أنا بعمم الـ Interaction Knowledge بتاعتي كيوزر على New Situation خامس، مبدأ الـ Consistency Consistency معناها إيه؟ معناها استبات إن يكون الـ Input والOutput Behavior لعملية الـ Interaction موقف ثابت ما بتغيرش يعني كمثال دايماً مثلاً اليوزر متعود إن اللون الحمر يعني التحذير أو يعني إن فيه خطر معين اللون الأصفر معناه إن الخطر ده بنبهك إن هو هيحصل خطر بعد كده أو هيحصل error كبير بعد كده اللون الأخضر معناها مثلاً Safe Interaction أو Safe Operation تمام؟ فلازم أحافظ أنا كـ Designer على مبدأ الـ Consistency أثناء عمل الـ Design بتاعي طيب جميل جداً تاني حاجة من ضمن الـ Principles of Usability فليكسابيليتي 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 معناها إيه؟ معناها نور وقلنا معناها من شوية أو قلنا تعريفها من شوية طيب هي بتنقسم لكذا Principle هي كمان أول حاجة Dialog Initiative مين اللي هيبدأ التفاعل؟ هل الـ System هو اللي هيبدأ بالتفاعل مع الـ User؟ يعني هو اللي هيطلع له رسالة وهيقوده مثلاً لو أنا بعمل ويزرد أو whatever؟ ولا أنا كـ User أنا اللي هبدأ التفاعل بتاعي مع الـ System؟ دي فيها مرتبطة بمفهومين اللي هي System or User Pre-Ambitive Pre-Ambitive اللي هي بداية الحوار مع مين؟ أمثلة للـ System Pre-Ambitive مثلاً زي Shotboots تمام؟ أمثلة الـ User Pre-Ambitive زي مثلاً Photoshop تمام؟ الـ User هو اللي بيبدأ يعرف السواق بتاعته ويعرف اللي هيوز بتاعتها وهكذا جميل جداً ثاني حاجة في الفلكسابيليتي المالتي تريدينج مالتي تريدينج معناها إيه؟ إن أنا بقوم بأكتر من وظيفه في نفس الوقت يعني زي الـ Operating System لو Operating System يبقى هو في كذا تاسك في نفس الوقت أيما حضرتك بمسلاً أنا بعمل برزنتيشن دلوقتي بسجل فيديو وفي نفس الوقت في الخلفية فتحة مثلاً background sound وحالياً فتحة الإيميل فلو في أي إيميل هيوصلني هيديني بيب بسيطة إن في إيميل وصلني أو whatever الـ Operations اللي أنا كيوزر بعملها اللي أنا شرحته ده اسمه Multi Model تمام؟ طيب المالتي تريدينج إن جنرال بيتأسم لحقتين يا إما Concurrent أو Interleaving تريدينج Concurrent تريدينج معناها إن أنا بشغل وظيفتين أو تو اوبريشنز في نفس الوقت Interleaving إن التسك التانية ما بتبدأش إلا لو التسك الأولانية وقفت زي مثلاً شاشة الموبايل في الـ Unregistered يوتيوب لو حرجتك رحت على الـ Application تاني أو غيرت اليوتيوب أو عملت له Minimize هريق في اليوتيوب أو هيوقف اليوتيوب وهيفتح لك الحاجة التانية اللي هريك عاملها ثالث مبدأ في الفلكسابليتي الـ Task Migratability Task Migratability معناها إيه؟ هي القدرة على تحويل التحكم أو تحويل الـ Responsibility of Interaction لتسك المعينة ما بين اليوزر والـ System مثال زي الإيه؟ زي الـ Autopilot في الطيارة جميل جداً رابع برسبر في الفلكسابليتي طيب الـ Statutivity معناها إيه شباب؟ معناها التبديل أو الاستبدال بمعنى آخر التحويل مثلاً لو أنا مثلاً بحول من قيمة لقيمة وهكذا طيب جميلة Substitivity مرتبطة بـ Two Concepts اللي هي Representation Multiplicity معناها إن أنا ممكن أربرزنت نفس الـ Data بكذا طريقة مثلاً لو هي Data مثلاً Digital لـ Temperature درجات الحرارة مثلاً أو Weather ممكن أعمل لها Representation مثلاً عن طريق صور أو Graphs أو عن طريق إن أنا Time Line ويظهر عليه درجات الحرارة بليوم أو whatever الطريقة بتاعة الـ Representation تاني حاجة والـ Equal Opportunity الـ Equal Opportunity هندي مثلاً مثلاً عليها زي الـ Excel Sheet الـ Excel Sheet حضرتك كـ User وممكن تعمل Substitution لكل عنصر أو لكل كولوم في الـ Excel Sheet بنفس طريقة بقية الكولومز يعني إيه؟ يعني مثلاً عايز تعمل عملية حسابية في كولوم معين لك مطلق الحرية إن أنت تعمل عملية تانية في كولوم تاني يعني معناها إن كل الأجزاء الخاصة بالـ System لها Equal Opportunity في طريقة التفاعل مع الـ User يعني نفس الفرصة طيب الـ Customizability Customizability معناها إيه؟ معناها إن أنا ممكن أعمل Customization أو Modification للـ User Interface أنا بس؟ لأ، والـ System كمان طب يبقى كده الـ Customizability مرتبطة بتقول Concept User Adaptability يعني أنا بمكن الـ User إن هو يعمل Adaptation للـ User Interface بتاعه أو تاني حاجة اللي هي System Adaptivity إن السيستم نفسه يعمل Customization بناء على تسك معينة عملها الـ User مثلا إن هو دخل بيانات معينة وخانات تانية ما دخلهاش يبقى في الـ Output Form مثلا أو في الـ Preview Form هيمسح الخانات اللي هو ما دخلهاش وخصوصا لـ Optional هيمسحها من الـ Table النهائي بحيث إن هي تظهر لـ User عدد أو مضموعة الخانات مثلاً اللي أودك على فقط أو whatever الـ Operation اللي هاتب جميل جداً تالت حاجة في مبادئ الـ Usability اللي بتنقسم لـ Sub-Ranceable أو الـ Sub-Ranceable فيها Observability إن السيستم بتاعه بيقدم لـ User الـ Task اللي هو متوقع أو هو يأمل إن هو يشوفها في السيستم بس كمان ما تبقاش بس متقدمة لا تبقى Observable بالنسبة لـ User أو يسهل ملاحظتها طيب مرتبطة بكذا Concepts اللي هي الـ Brausability إن هو يسهل البحث على الـ Task دي من خلال الـ User بكذا طريقة كمان الـ Defaults ممكن أقدم لـ User بعض الـ Defaults عشان نوفر عليه المجهود في إدخال القيم مثلاً Witchability سهولة الوصول لكل Task هو عايز يعملها Resistance Persistence معناها إيه؟ معناها الاستمرار بمعنى إن الـ Visual Information ما كانها ثابت طول ما الـ User بيـ Interact مع السيستم والـ Operation Visibility زي ما احنا قلناها من شوية في الـ Protectability وهنعطها ثاني اللي هي The user is shown the Appellability of operations that can be performed next ثاني Principles الخاصة بالـ Robustness الـ Recoverability Recoverability معناها إيه؟ إمكانية التصليح يعني أنا بوفر للـ User إنه هو يكوريكت الـ Action إما Forward أو Backward يعني إما يعمل Undo للـ Action اللي عمله أو Redo ويعيد الـ Action مرة تانية لو هو عايز يتواجع عن بعض الـ Actions والـ Recoverability مرتبطة برضو بالـ Rechability Rechability معناها إن أنا أقدر أوصل للـ Action اللي أنا عملته بسهولة وعيده تاني أو أصلح اللي فيه وكمان مرتبط بحاجة تانية اللي هي Recoverability معناها مبدأ الجهود المتساوية يعني إيه مبدأ الجهود المتساوية؟ يعني لو في حاجة صعبة في إن هي يحصل لها Recovery لازم تكون صعبة في التنفيذ بالنسبة لـ User من الأول طيب الكلام ده برضو يعني إيه؟ هندي أجزم بالبسيط لو مثلاً File عملنا له Delete من الـ Operating System هل عملية Recovery بتاعته هتبقى سهلة؟ لا طبعاً ففي الحالة دي لازم أخلي الـ User يبذل مجهود زيادة وهو بيعمل عملية Deletion طيب أظهر له بعض مسلاً رسائل أو Messages أن الفايل ده هيتحزف permanent من الـ System وخليه Confirm على كذا Message وبعضه مثلاً One or Two Messages علشان يأكد إن هو موافق على عملية الـ Deletion طيب جميل ثالث مبدأ في الـ Robustness Responsiveness أو معدل الاستجابة أو مقدور الاستجابة من الـ System للـ Actions اللي عملها الـ User بمعنى تاني لو مثلاً حضرتك بتضغط على Pop Down Menu يبقى في اللحظياً هتنزل المينيو قدامك وهتتعود قدامك طيب لو فيه Action حضرتك عايز تعمله بس الـ Action ده هياخد بعض الوقت مثلاً Downloading File أو Loading لـ Page أو whatever الـ Task اللي حريك عايز تعملها يبقى في الحالة دي لازم الـ System يقدم لك مبدأ اللي اسمه Stability Stability يعني أن يوضح لك أن الـ System في حالة Stable بس هو ياخد بعض الوقت علشان ينفذ الـ Task اللي حضرتك طلبه منه C مثلاً يطلع لك علامة Loading مثلاً للـ Page أو يقول لك خلص كزاً في المية من الفائل اللي حريك تنزله أو whatever وممكن إن شاء الله بإذن الله اللي هيكمل معي محاضرات هيشوف بعض البترنز الخاصة بعملية الـ Responsiveness اللي هناخدها إن شاء الله في كتاب Interfaces آخر برانسبل في الـ Robustness الـ Task Confirmance Task Confirmance معناها إيه؟ هي درجة ان الـ System بي-Support all of the user's tasks مرتبط بـ Two Concepts اللي هي Task Completeness و Task Adequacy Task Completeness يعني بيوضح لي الـ Coverage Issue من الـ Task اللي هو عمله الـ User Task Adequacy معناها إن الـ System بيقدم لـ User كل الـ Task بطريقة مفهومة أو كل الـ Task اللي ممكن يعملها الـ User على الـ Application بس بطريقة مفهومة بالنسبة لـ User جميل جداً طيب نروح بعد كده عن نفس التقسيمة اللي احنا كلمنا عليها في الأول اللي هي Standards and Guidelines وبيختلفوا عن بعض من حيث Generality والـ Authority بس بزيادة في التفصيل شوية طيب أول حاجة هيتكلم عن Standards قلنا هي مجموعة من القواعد عادةً بتوضع من قبل مؤسسات أعلمية أو محلية علشان تؤكد توافق مجموعة من قواعد التصميم مثلاً بواسطة Large Community of Designers Standards وجرد العادة يعني أو شائع الـ Hardware Standards أكتر من الـ Software Standards بشكل عام الـ Standards بشكل عام لها High authority and low level of detail زي ما احنا قلنا في الأول أشهر مثال عليها ISO 9241 اللي بتعرف الـ Usability إن هي ثلاث حاجات Effectiveness و Efficiency و Satisfaction ولو الـ User عمل التسك ده وكان واضي عن الثلاث حاجات دول فهو بالتالي حققنا الـ System بتاعنا حقق الـ Usability من وجه النظر الآيزو طيب تعالوا نفرق بين Effectiveness و Efficiency و Satisfaction أول حاجة Effectiveness هي إيه Accuracy and Completeness with which Specified User can achieve specific goal يعني إيه Accuracy and Completeness يبقى Effectiveness هي عبارة عن Accuracy and Completeness يعني الدقة والكمال اللي الـ User بيكمل بيها مهمة معينة طب Efficiency Efficiency معناها Resources Expand in relation to the accuracy and the completeness of the goals achieved يعني إيه يعني اللي تم استهلكها أثناء عملية تحقيق الهدف من قبل الـ User موارد بقى يعني إيه؟ يعني الطايم اللي هو خده مثلاً الموارد من حيث الـ Interface نفسه قد إيه من الـ Interface Design تم استخدامه أثناء عملية تحقيق الهدف من قبل الـ User الموارد أو Efficiency بتقيس الجزء الخاص بـ Resources طب تالت مبدأ في الـ Usability طبقاً للـ ISO 9241 Satisfaction Satisfaction معناه إيه؟ معناه The comfort and Acceptability of the work system to its users يعني إيه؟ مقدار الراحة والقبول للنظام العمل بالنسبة للمستخدمين اللي استخدموا السيستم ده طب لو جينا للـ Guidelines الـ Guidelines بتبقى إيه More Suggestive and General بتبقى عمومية أو عامة بشكل أكبر Many textbooks are and reports full of Guidelines فيه Guidelines كتير عملوها في كتب من قبل المؤلفين أو whatever Abstract Guidelines اللي هي Principles اللي بنسميها Principles Applicable During Early Life Cycle Activities ماشي ممكن تطبقها في الأول أثناء عملية التحليل والتصميم للنظام Detailed Guidelines اللي هي Style Guides Applicable During Later Life Cycle Activities اللي هي في مرحلة التصميم الفعلي أو تصميم الشاشات الفعلي على الكمبيوتر Understanding Justification for Guidelines is in resolving conflicts فهم تفسيرات الجايدلاين كويس بساعد حضرتك إن هو حرك لو عندك أي conflict تقدر تحلها بسهولة طيب هنتكلم دلوقتي عن Golden Rules and Heuristics اللي هي بمثابة Checklist حضرتك بتشيك عليها إذا كانت متوفرة في الدزاين بتاعك يبقى الدزاين بتاعك Good Design أشهر Golden Rules ثلاثة ثلاثة علماء عملوها أول حاجة نيلسون ثاني حاجة شنايدرمان ثالث حاجة نورمانز هنتكلم دلوقتي عن الثمن قواعد الزهبية للتصميم الخاصة بشنايدرمان أول قاعدة بيقول لنا شنايدرمان Strive for consistency حارب من أجل السبات السبات في إيه؟ في الـ Action Sequence في الـ Layout في الترمنالوجي الحركة بتستخدمها أثناء تصميم السيستم كله الـ Command Use and so on ثاني قاعدة Enable Frequent Users To Use Shortcuts نحن نخلي اليوزر بتاعي ممكن يستخدم Shortcuts عشان يأدي التاسك بتاعته زي إيه؟ زي الـ Appervations مثلاً زي الـ Special Case Sequence زي الماكروز طبعاً كل الكلام ده إن شاء الله بإذن الله اللي هيتابع معي نشرح بالتفصيل في كتاب Design Interface إن شاء الله اللي تابع للكورس ثالث Golden Wall بيقول لنا إيه؟ Offer informative feedback أي طازك يعملوا اليوزر تدي له feedback إن هو نجح أو في الأداء الأكشن بتاعه الأكشن بتاعه نجح أو حتى لو فشل تدي له feedback إيه اللي حصل طيب مثلاً طلب حاجة بتستخدم وقت طويل أو بتستهلك هتستهلك وقت طويل على ما يحصل لها loading يبقى ما تسيبوش مستني لا، تظهر له سهلة إن هي هتحتاج some time أو هتحتاج كذا دقيقة تحديداً وتظهر له على طول التغيير في الحالة بتاعة مثلاً نزل كذا في المية دلوقتي إحنا بنعمل installation للموديول الفلاني وهكذا رابع جولدنول design dialogue to yield closure ودي مرتبطة بالresponsiveness اللي احنا اتكلمنا عليها من شوية خلي اليوزر دايماً يبقى عارف هو وصل لحد فين وهل هو انتهى من التسك بتاعه ولا لا خامس جولدنول author error prevention and simple error handling حاول إن انت تخلي اليوزر بقدر الإمكان ما يغلطش أثناء عمل أو أثناء التفاعل مع النظام وحاول كمان إن انت لو هو غلط فأي وقت إن حضرتك تعمله handling أو تمكنه من هو يعمل handling للأرور اللي هيحصل سادس حاجة permit easy reversal of actions in order to relieve anxiety and encourage exploration هي مرتبطة برضو بعملية error handling إن هو حضرتك يمكنه من هو يتراجع عن أكشن معين هو عمله حتى لو كان الأكشن ده صح خلي فيه إمكانية إن هو دايماً يتراجع عن الأكشن علشان ما تحسسهش بالضغط وإن هو يبقى مرتاح وهو بيستخدم اليوزر انترفيس بتاع حضرتك سابع حاجة support internal locks of control لو فيه إمكانية تخلي إن فيه إن اليوزر يخلي السيستم من هو يكنترول زي مثلاً autopilot حضرتك اعمل supporting للجزئية دي في السيستم بتاعك آخر golden rule reduce short term memory load زي ما إحنا عارفين قبل كده إن الميموري الخاصة بالإنسان فيها short term memory وفيها long term memory فخلي دايماً اللود أو الحمل على short term memory قليل أو صغير مثلاً لو حريك عايز تقدم له task لازم يتعلم فيها ادي له الوقت المناسب إن هو يتعلم سي مثلاً حريك بتصمم لعبة يبقى حضرتك لازم تقدم له كذا level من اللعبة للتعلم فقط لغير تاني حاجة أو تاني مثال دايماً مثلاً خليه displace بتاعتك simple as possible لما تقدم مثلاً حاجة كمان لليوزر أو كلام مكتوب خلي الكلام المكتوب مثلاً في صفحة زي دي تكون أقل ما يمكن بحيث إن هي ما ترهقش الشرط term memory دي كانت آخر حاجة في الشنايدرز 8 golden rules هنيجي بعد كده للنورمال 7 principles نورمال عمل 7 principles اشتهروا بأنه هم بيعملوا transforming the difficult tasks into simple ones أو بيسهلوا المهام الصادق جميل جداً أول principle لنورمال use both knowledge in the world and knowledge in the head خلي بقدر الإمكان اليوزر يستخدم معرفته اللي هو كونها من عمليات interaction قبل كده خلال الانتراكشن الحالي يعني هم تعرض مثلاً يعمل ctrl V أو ctrl V عشان يعمل best مثلاً أو ctrl C عشان يعمل copy أو whatever حضرتك خليه يستخدم المعرفة دي في اليوزر انترافيس بتاعك ثاني حاجة simplify the structure of tasks حاول تبسط المهام بقدر الإمكان مثلاً عن طريق إن حضرتك توفر له mental aids في الcomplex tasks ممكن كمان توفر له information على ال task اللي هو بيعمله وتوفر له feedback على ال task اللي هو عمله ممكن كمان توفر عليه أداء task معين مثلاً عن طريق مثلاً حريك توفر له default values رابع حاجة أسفة ثالث حاجة make things visible يعني إيه؟ يعني خلي كل حاجة حضرتك عايز تعملها مرئية بالنسبة لك يشوف الأفكت اللي هو عمله الأكشن معين رابع حاجة get the mapping right هي تفسيرها معناه إن حضرتك تخلي الأكشن اللي عمله ال user ناتجته تكون متسوية مع مقدار أو حجم الأكشن لو action كبير أو task كبيرة عملها خلي تأثيره أو تأثير الأكشن ده يبقى كبير قدامه لو task صغيرة عملها يبقى بالتالي تأثير بتاعها هيكون صغير خامس حاجة exploit the power of constraints both nature and artificial يعني استثمر قوة القيود اللي ال user متعود عليها في حياته معنى لو مثلا حريك بتعمل لعبة زي البازل مثلا تمام؟ ال user متعود إن دايما البازل بتركب من ناحية معينة ماشي ما ينفعش فيه كونسترين بيقول إنه عنها إيه عشان ناتي بازل معين أو قطع بازل لازم تركب بطريقة معينة هو متعود على كده صمم له اللعبة بنفس الكنسترين اللي هو متعود عليه ما تغيرش فيها إلا لو بتعمل أنت لعبة جديدة لكن الحاجة اللي هو متعود عليها أو الكنسترين اللي هو متعود عليه طبقها في design بتاعك سادس حاجة design for error توقع كل errors اللي ممكن تحصل وحاول تعمل لها error handling عندك في السيستم بتاعك when all else fails standardized ودي أهم قاعدة في Norman's principles لو أنت عايز تصمم حاجة wow بس تلقيت الحاجة دي هتبقى abnormal أو غريبة بالنسبة لليوزر لازم ترجع لل standards بتاعتك أو لل standards اللي متعود عليها اليوزر طيب جميل جدا هنا شرح لنا HCI design patterns في الحقيقة إنه إحنا هنشرح إن شاء الله بإذن الله كتاب كامل خاص بال design patterns لكل موقف من المواقف تمام؟ رحنا هنسكيب الجزء ده بكده نكون خلصنا شابتر 7 اللي احنا اتكلمنا فيه عن principles for usability وعرفنا الفرق بين standards و guidelines واتكلمنا عن أشهر golden rules و heuristics مستخدمة فالليوزابلتي وتكلمنا عن ISO standard وعرفنا إزاي نستخدم كل design rules إن شاء الله بإذن الله في المحاضرات الجاية هنتكلم مع بعض عن ال HCI pattern وإزاي تستخدم البترن المناسب في كل category من categories الخاصة بالإنترفيس بتاعك شكرا لحضراتكم و أشوفكم إن شاء الله بإذن الله في محاضرة جديدة من مادة HCI سلام عليكم شكرا لكم شكرا